اكد مصدر رفيع المستوى انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الامن المصري ووفود الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وقد تمسكت مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة اخرى كما اكد الوفد الامن المصري على مسئولية اسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الاغاثة والمساعدات الانسانية لقطاع غزة وتمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لادخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية او طبية او وقود اذا مرة ثانية اكد مصر رفيع المستوى اجتماع ثلاثي بالكاهرة ضم الوفد الامني المصري ووفود الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وقد تمسكت مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة اخرى كما اكد الوفد الامني المصري على مسئولية اسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الاغاثة والمساعدات الانسانية لقطاع غزة وتمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لادخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية او طبية او وقود في سياقنا متصل افادت قناة الكاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها نقلا عن اعلام اسرائيلي باصابة 46 جنديا في القتال منذ يوم الخميس اربعة منهم حالتهم خطيرة ايضا ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بمقتل جند اسرائيلي خلال المعارك في غزة طلبت عائلات المحتجزين بلقاء نتنياه والوزراء قبل جلسة مجلس الكابينت لتأكد من ان ارواح ذويها لن تذهب سودا ويواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من اكتوبر الماضي ولا يزال الالاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول تواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم ويتعرض السكان المدنيون في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني من قبل القوات الاسرائيلية حيث تشير تقارير الى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية واستخدام انواع مختلفة من الاسلحة بما في ذلك تلك المحذورة دولية مثل القنابل العنقضية والفسفورية البيضاء مما اسفر عن خسائر فدحة في اروح المدنيين وممتلكاتهم واستمرارا للتحركات المصرية المبذولة لايقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاكم الاوضاع الانسانية والعمل على انفاذ المساعدات بالكميات الكافية لانقاذ اهالي القطاع وتأكيدا على دعم مصر والقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للابطلاع بمسؤولياته في مواجهة العدوان الاسرائيلية على غزة وانطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الايام الماضية يرافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية نحو قطاع غزة وذلك لتنفيذ اعمال الاسقاط الجوي لعشرات الاطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول اليها داخل القطاع وذلك للتخفيف من جراح وآلام السكرة اذا مرة ثانيا نؤكد على حضرتكم هذا القبر العاجل حيث تؤكد مصدر رفيع المستوى انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الامني البصري ووفود الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وقد تمسكت مصر بموقفها ثابت نحو ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من انجانب الفلسطيني لمعبري رفح حتى يتم استئنات تشغيله مرة اقرأ كما اكد الوفد الامني المصري على مسئولية اسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الاغاثة والمساعدات الانسانية لقطاع غزة وتمسك الوفد الامسري بضرورة العمل الفوري لادخال ما لا يقل عن 350 شحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية او طبية او وحو مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات شكرا جزيلا لحضرات شكرا جزيلا لحضرات شكرا جزيلا لحضرات